جهود متواصلة تقوم بها الحكومة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم على المستوى المادي والإنساني وتأتي قوافل السعادة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة على رأس تلك الجهود حيث تحاول القوافل إسعاد المواطنين بالمحافظات على مدار شهر رمضان من خلال نشر البهجة وبالتزامن مع شهر الخير والرحمة والتكافل والإحسان لإدخال البهجة في قلوب أطفال قرى وعزب محافظة دميات وصلت قوافل السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة في رمضان إلى محطتها السابعة بالمحافظة القافلة التي وصلت إلى مركز كفر سعد بالمحافظة نظمت حفل إفطار جماعي وتم تقديم عدد من الفقرات التوعوية والدينية والثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الثقافة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اطلقنا قوافل السعادة بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة وأيضا ذكرى انصارات العاشر من رمضان نستهدف من خلال قوافل السعادة أن نحن نلف محافظات مصر كلها نقدم توعية بجانب دعم مجتمعي بتكون فقراتنا عبارة عن فقرات توعوية عن طريق ورش العمل ورش العمل التفاعلية والمسرح التفاعلي ومسرح العرايس وأيضا ورش العمل للأطفال والكبار واللي بنستهدف فيها التوعية بمخاطر التدخين والإدمان وأيضا التوعية بحقوق الطفل والتوعية المختلفة بالقضايا المجتمعية اللي بتمس كافة المحافظات طبقا للتوزيع الديمغرافي لها ندسوا عن علاج الإدمان وتكلموا عن شرطة الطفل إمتى يكون الطفل محتاج أن يكون يبلغ عن أي مشكلة الطفل اللي حصل له أي أذى إزاي يكون قدروا يوصله للطفل حاجة جميلة إزاي كمان يوعوه إزاي ينسحوه إزاي يرشدوه إدرسالة جميلة جدا للطفل النهاردة يقدر يتعامل بها كمان إدرسالة للناس صغر السن إمتى يتم الزواج عرفها يعني إيه الدين يعني إيه الحياة مبسطين كمان إحنا كمان كحياة كريمة موجودين النهاردة بنشارك معاكم حاجة جميلة حاجة على الأرض الواقع الفعاليات التي شهدتها القافلة تضمنت أيضا ألعابا تفاعلية وانشطة ترفيهية للأطفال استفدت من النهاردة اللي احنا لو في حاجة نتصل على خط شرطة الأطفال ومستشفة الإتمانتي للناس المتمنين استفدنا النهاردة لو في أي مشكلة نتصل بمكافحة الطفل ستاشر تلت سفاة أولا مبسط بهذا اليوم الجميل والألعاب الممتعة ومؤسسة حياة كريمة ومبسط بالألعاب الشيقة والمساعدات الشيقة والألوان والرسم قوافل السعادة تعد جزءا من مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة وتضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر حيث يصل عدد المحطات التي تجوبها قوافل السعادة إلى ثمان عشرة محطة خلال شهر رمضان